عم بيفكر فيك يعني إلو فترة لكن أنت حديثاً عم بتفكر فيك لكن هو إلو فترة طويلة عم بيشوف حركاتك عم بيشوف حركاتك عم بيشوف حركاتك عم شاكك أنه أنت على علاقة عم بتقدم خطوة ناحيتك لكن هاي الخطوة عم يتخذها بحذر عم يدرس الأمور هو مش شخص عاطفي مية بالمية عم بيفكر بالعائل أكتر من العاطفة عشان هيك يعني رح أو طول هو في اتخاذ هاي الخطوة لكن هو على تم استعداد في شهر ممكن يأخذ هاي الخطوة ناحيتك عم بشوف طاقة اللي هي هوائية ممكن أو أنت ناوي على شغلة في عوائق معينة صنعوها ممكن اللي حولك أو أنت صنعتها بذاتك الجو ما كان كتير ملائم لاتخاذ هاي الخطوة ممكن تكون شراء ممتلك معين سيارة أكتر شي ممكن يكون كمان هذا الكرت يعني بعبر عن سفر اللي هي ممكن يكون في فرصة كبيرة للسفر لكن مش أنت يعني إما الشريك أو حدا من العائلة عم بيسافر أول شي بعدين أنت بتلحقه في مسافة أنت عم تقطعها أو الطرف الثاني عم يقطعها أو في ممكن مسافة كبيرة كمان بينك وبين الشخص الآخر الشخص بتحبه صديق ممكن يكون في مسافة بينتكم لكن هاي المسافة عم تتقلص وأك أنه إذا كان معنويا راح يكون في رجوع إلى الماضي رجوع العلاقة وممكن نفسره على أنه أنت راح تكون مستعد لاتخاذ يعني أي قرار فيه أحياناً عم بتفكر في التهور أو أنك تطلع بسرعة من كل الجو اللي أنت فيه فأنا شوي يعني بحذرك أنه لا تروى شوي تكون عندك طاقة انفعال أو طاقة اللي هي بدي بسرعة الأشياء تتغير بدي أسافر بدي أغير وهذا تغيير لصالحك وعم بيكون فيه احتمال كبير فيه شهر عم بشوف فيه حلم عم بتشسد ولكن فيه شوائب يعني كانت خلال الفترة الماضية ويوم حوالين هذا الشخص أو الحلم ولكن فيه طريقه للتحقق إن شاء الله عم بشوف كيف تعطي من فلوسك لها حدا إما عم بتدين حدا أو عم تعطيه عم بشوف كمان برج الميزان في الأوراق عم بتحاول تحقق العدل من بعد ظلم تعرضت له بفترة الماضية ولكن اتعاملت معه بطريقة خلينا نحكي حكيمة وكان قرارك فيه صحيح مية بالمية عم تاخد وتعطي مع أطراف ما كنت على وفاق معاهم تهيئ لي في العمل بالعمل عم يستنوك حبيبي على غلطة فدير بالك اشتغل شغلك مية بالمية وما تعتمد كتير على الحظ مع أن الحظ موجود لكن مش في كل المجالات عم تتذكر شيء قديم وتشبث بشيء قديم فكرة قديمة ما عم تقدر تطلع منها خلال الفترة الماضية لكن الفترة الجاي عم تنجح في هذا الاشي وتطلع من الطاقة القديمة اللي انت كنت فيها عم تترك شيء عم تترك شغلة أو شخص كان بشكل لك أهمية كبيرة في حياتك واللي هو يعني ما كنت شايف إلا هاي الشغلة أو هذا الأمر أو حتى شخص ولكن عم تطلع بكل أريحية في شهر خلينا نشوف مثلا الدراسة على الأكثر لأنه في ناس طلبوا هذا الاشي عم بشوفك شوي مكسل بالدراسة نهاية سعيدة في الدراسة لكن من بعد جهد عم تبدله كنت في الأشهر الماضية كتير مأخر أنك تبلش تدرس أو تبلش تركز في دراستك لكن عم تكون في الفترة شهر سبعة وأكنهم فتحت نفسك على الدراسة وهذا الأشي يعني عم تاخد منه كتير نتائج حلوة في أشخاص أكثر من شخصين عم بيراقبوك عم أنت أعلى منهم أنت بمرتبة أعلى منهم هما نفسهم يوصلوا لهذه المرتبة أو نفسهم يوصلوا لك يعني فمش قادرين مش قادرين أن يوصلوا لك وكأنك أنت حاطت حواجز أو شغلة بينك وبينهم أنا بحكي لك هدول الشخصين أبدا مش نويين على خير هاي من الأشياء السلبية اللي ظهرت لكن في مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأثر في الموضوع وأنت في مرحلة متقدمة وهم لا زالوا يحكوا في أمور بعيدة اللي هي قديمة كتير وعم بلدته وبعجنه لكن أنت ولا على بالك بالفترة الجاي بالفترة الماضية كنت كتير مقرقينك هدول الشخصين أو الأشخاص لكن بالفترة الجاي رح تكون كتير قادر على النسيان وأنك تفتح صفحة جديدة خالية من هدول الأشخاص وعم تنجح وعم يسبب هذا الإشي غيره من طرف هدول الأشخاص عم بشوف في إيدك شغلة كانت عبارة عن وهم أو يعني رزقة رزقة عم تجيك كان بالنسبة إليك عم بتفكرها صعبة كتير بالحصول عليها لكن عم بتلاقي نتيجة ممكن يكون كمان تقدم في العمل في العمل بالفترة الأخيرة عم بتشوفك شخص جديد في تعاملك مع الآخرين كلهم عم بيتطلعوا عليك إنه هل هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معه لا هذا شخص تاني عم يتغير جلدك في هاي الفترة بالنهاية أخر ورقة طلعت معي اللي هي أحدث فترة ممكن تكون آخر شهر أيلول عم توصل لتوازن كتير حلو في العمل والدراسة وعم تجني ثمار عم فيه شغلات سابقة أنت عملتها في القديم كنت أفكر إنه خلص أنا ما يعني راحت علي وما ما حأخد النتيجة الحلوة اللي من بعدها لكن عم بشوفك يعني حاصل على هذا الإشي اللي في بالك عم بشوف فيه شخص مندفع اتجاهك لكن أنت شوي متأني في الموضوع شوي عم بتفكر بطريقة اللي هي بطيئة في الموضوع بحكي لك إنه استعجل لأن الفرص ما بتيجي دايما مثل هذا الشهر أو بهاي الفترة خلينا نشوف العلاقات العاطفية العلاقات العاطفية إذن أول شي للعزاب بعدين المرتبطين اللي هم على يعني على علاقة حاليا مش منفصلين والأزواج كمان نحاول نغطي الثلاث بالبداية بعدين بنروح للمنفصلين حسي حالي ما خلطتهم مني حبيبي برج التور عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية أو بتجهز حالك لاحتفالية معينة عم بيكون هذا الاحتفال من أجلك أنت يعني ممكن يكون للعزاب زواج وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي أكتر من هو عاطفي ممكن يكون زواج تقليدي أو الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على العاطفة عم يدرس الموضوع منطقيا بحث أول شيء قبل شعوره ناحيتك وقبل قلبه وعم بشوفه يعني عم بيحلم فيك وكأنه انت شغلة كتير أعلى منه أو أحلى منه بحياتك بالمجال اللي انت فيه وكأنه عم بده يتخط هاي الخطوة لكن خايف شوي من الأجواء اللي انت فيها وكأنه فيه اختلاف بينك وبينه فيه إما الطباع أو مش عارف فيه اختلاف معين يمكن يكون في العمر ممكن يكون شخص أصغر منك هذا الشخص بيميل بشرته للبياض أكتر للشعار أكتر أو ممكن عيونه ملونة تكون شايفه عليك على حصان وعم وكأنه فارس أحلامك فيه شغلات كتير من الشغلات اللي انت بتحلم فيها هذا الشخص جاي على الطريق بالنسبة للعزاب وعم بتشوفك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض أو قرارين في بعض بالنسبة للارتباط عم بتعد مش للعشرة عم بتعد للمية قبل هذا الموضوع عم يكون صعب عليك إنك تتخذ هذا القرار لكن في الشغلات حتبين لك أو تنور لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار فيه ممكن يكون في الليل يعني هيك بآخر الليل خلص أنا بدي أاخد قرار فبتتصل في الطرف الثاني وخلص أنا إما تعبر عن مشاعرك أو تقول له أنا بدي أرطبط خلص للناس طبعا عفوا للناس اللي عم بيستنوا الاستقرار أو بيحلموا فيه وإنتم زمان بتدور على الاستقرار بدك تستقر حيسس إنه أمورك مش عم بتكون مستقرة مية بالمية بالنسبة للأزواج عم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج عم تتصافوا أكتر في شوية مشاكل كانت قديما لكن عم بيكون الطرف الثاني وكأنه هيك في إيدك أو خاتم في إصبعك مش عارف رح تكون متحكم بالأمور ولكن بعواطف أكتر عم بتجيبها بطريقة كتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على الطرف الآخر وفي النهاية عم بشوفك بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها قديما كنت على أرض مش ثابتة كنت عم بتحس إنه خلص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال أو ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو إنت لكن في شهر تموز رح تكون الأمور تمام التمام ورح تحتفلوا مع بعض أو يمكن ترجعوا الزكريات الأديمة الحلوة اللي كانت بنادكم الحب عم يتجدد أنا شايفة لا الناس المرتبطين لكن مش متزوجين في نجاح في العلاقة في نجاح في أمور عم بترتبها لحتى بالأخير يحصل في اللي هي خطوة كبيرة وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط الجدي قبل هيك كنتوا عم بتطلعوا لبعض بغموط كانت في أسرار كان في أشخاص عم لا شخص واحد كان عم يدخل كان بعيد وقرب وعم بشوفه هلأ بعيد في شهر تموز هذا الشخص لكن عم يتطلع عليكم عم بي إما بيراقبكم أو حاقد هذا الشخص موجود بالورق والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم ممكن تكون من برج ناري أو برج اللي هو هوائي ممكن يكون القوس الحمل هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب ولكن عم بيقرب بخطوات بطيئة شوي لكن هو مستعد هو مجهز حاله أموره يعني تمام تمام ما في عنده اللي هو مشاكل شغلات لا عم بيكون أموره امرتبة المشاكل أو التعقيدات اللي كانت في حياته ورا ظهره عم بتبين خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين بالبرج التور صار في طلقات بالفترة الماضية لبرج التور أو انفصالات كتير كان في عندهم انفصال عن أشخاص أو شخص بالأكتر يعني الفترة الماضية كانت في طاقة البعد مسيطرة وها في نازعات كانت موجودة من قبل وها في نازعات كانت موجودة من قبل